مجلس النواب وما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى تعديل نص البندباء من المادة 105 في دستور مملكة البحرين واستبداله بنص جديد هو كالآتي ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام هذا هو التعديل الدستوري الذي ناقشه مجلس النواب اليوم في جلسة خيمت على أجوائها لغة التوافق على مواد التعديل والمذكرة التفسيرية له هذه التعديل يعيد اختصاصات الغضاء العسكري مرة أخرى والهدف منه طبعا هو حماية الأجهزة الأمنية من الأعمال الهرابية خصوصا موضوع الأرهاب بات يشكل تهديد مباشر مجتمعاتنا العربية بشكل عام والبحرين بشكل خاص تم تمرير التعديل الدستوري بتنظيم القانون للقضاء العسكري موافقة أكثر من ثلاثين عضو من الحضور طبعا الخطوات القادمة ننتظر المشرع البحريني كيفية تشريع وتنظيم قانون القضاء العسكري أقلب أصحاب السعادة أعظام الجسد النواب مع هذا التعديل الدستوري الهام الذي يعزز مكانة البحرين عالميا في مكافحة الأرهاب وطبعا هذا التعديل الدستوري في المادة 105 با التي تنص على أي اعتداء على رجل الأمن أو العسكري يحاكم في محاكمة عسكرية نظرا لخصوصية هذه المحاكم التعديل توفق عليه أغلبية النواب نظرا لأهميته في المرحلة الراهنة فهو كفير باتخاذ الإجراءات لزيادة درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها إضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون فما يحصل في مملكة البحرين اليوم من الهجوم والتعرض حق العسكريين يتحتم على الدولة لتغيير بعض المواد في الدستور لحماية هذه المواطنين اللي هما في الأصل العسكريين هذا التعديل مهم في هذا الوقت خاصة قواتنا المسلحة طبعا تشارك خارج البلاد في جبهات لعادة الشرعية في اليمن وغيرها من الجبهات فواجب علينا أن نحافظ على قواتنا المسلحة وأن نجعل كل القوانين والتشريعات التي تصب في الحفاظ عليهم هناك ضمانات حتى حق العملية ما هي الضمانات؟ الضمان الأولى أنه في درجات ثلاث درجات الأولى والتمييز والاستئناف والتمييز هذا الضمان أولى كما هي موجودة في المحاكم المدنية موجودة في المحاكم العسكرية الضمان الثاني هو أنت من حقك أن تستخدم محامي مدني الخطوة النهائية لمشروع التعديل بعد موافقة مجلس النواب اليوم يعرض على مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفي حالة موافقة الأخير يعاد إلى رئيس مجلس النواب لأحالته إلى الحكومة الموقرة التي تقوم برفعه إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليه وإصداره الهدف من هذا التعديل هو بطر الأياد الإرهابية وردع كل من تسول له نفسه بالمساس بحياة رجال الأمن والمنشآت العسكرية التي هي ضمانة لأمن واستقرار المملكة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر